بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الاعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا Stress Analysis Part 2 الأنواع بتاعت التحميل اللي شفناها قبل كده حددنا منها Sigma Mean و Sigma Variable هنيجي على Curve اللي قدامنا ده أو Cartesian Coordinates ونحدد على الرأس هنا Sigma Variable Stress Variable Stress اللي هي Sigma Variable وعلى الأفقي هنحدد Mean Stress أو Sigma M بعدين هنحدد Sigma Endurance اللي احنا حددناها من Fatigue Test ولتكن عند النقطة دي وعلى الأفقي على الخط بتاع Mean Stress هنحدد Sigma Yield اللي هو إجهاد الخضوع في و Sigma Ultimate اللي هو بيمثل إجهاد او أقصى إجهاد بيتحمله او بتتحمله الماتيريال بعد كده هنوصل Sigma Yield ب Sigma Endurance و Sigma Endurance أيضا ب Sigma Ultimate الخط ده اللي هو واصل ب Sigma Yield بسميه Soderberg Line والخط الواصل ب Sigma Ultimate بسميه Goodman Line يبقى Goodman Line هنا بيتحامل بيتعامل مع البريتل ماتيريال البريتل ماتيريال أما Soderberg مع Sigma Yield بيتعامل مع الدكتايل ماتيريال كل واحدة نظرية بتتعامل مع نوع من أنواع الماتيريال مختلف عن التاني عندنا طبعا نفس الاتصال هنا ما بين Sigma Ultimate و Sigma Endurance ده بسميه جيربر وده بيحصل إمتى نناقش كل نظرية على أولا بالنسبة ل جودمان جودمان احنا قلنا ان هو بيوصل ما بين Sigma Ultimate و Sigma Endurance يبقى بالتالي بيتعامل مع بريتل ماتيريالز قيمة المعدلة دي هي اللي بتبين الخط ده وبنقول أن الواحد على بيساوي Sigma مين على Sigma Ultimate زائد Sigma Variable على Sigma Endurance ومن هنا بمعلومية أي برامتر ممكن أن أحصل على البرامتر المفقود هنا طبعا خلال الخط ده كده أي نقطة هتقع داخل الخط يبقى أنا في والديزاين بتاعي سليم أما لو نقطة وقعت برى الخط بمعنى أنه Sigma Min عند القيمة دي و Sigma Variable عند القيمة دي يبقى في الحالة دية الديزاين بتاعي Unsafe لكن في حالة وقوع النقطة داخل الخط ده يبقى في الحالة دية الديزاين Safe نظرياً اللي بعد كده اللي هي السودر بيرج هنلاحظ أن الاختلاف الوحيد هو نفس المعدلة ونفس الخط مع اختلاف طبعاً أنه هو موصل هنا بSigma Yield لأنه بيتعامل مع وحطت السقف بتاعه او الحدود بتاعته مع الـ الاختلاف الوحيد هنا برضو واحد على Sigma Min على Sigma Yield ده الاختلاف الوحيد بدا Sigma Ultimate في حالة جودمان لا بيتعامل مع Sigma Yield ومن هنا بمعلومية أي ممكن أننا أحصل على وليكن مثلاً اللي أنا ممكن أستخدمه طبعاً بحسب في البداية Sigma Min وSigma Variable بالطريقة اللي احنا اتعودنا عليها أو عرفناها وبمعلومية Sigma Endurance وSigma Yield للماتيريال بقدرنا أنا أحصل على المناسب للتطبيق بتاعي وبكده نكون انتهينا من الشابتر ونستكمل في الدرس القادم مع شابتر جديد ان شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى